أنا بيسأل عن اكتمال العقول اكتمال العقول أيضا باكتمال الفهم اكتمال العقول عندنا مجموعة يعني المستوى الآن المستوى العقلاني الآن بعدها الثقافة وعموم الثقافة وسائل الاتصال بالعالم ارتفع المستوى التعقل النصر عندها ميزان هذا من متخصصين علم الاجتماع في حالة ضمير جمعي في المجتمع المجتمع وقل من الناس من يفهم حالة الضمير الجمعي هذا المستوى العام هذا العقل الجمعي العقل الجمعي أيضا قابل للرشد وفي عصرنا رشد ارتفع مستوى في زمن الامام سلامه الله عليه يرتفع مستوى العقل الجمعي بعد تلك يشف حقائق ويعرف الله ويعرف فعالية الله في الوجود يعرف حقائق التاريخ السماء الكون الآخرة الجنة النار هالحقائق تنكشف له فيرتفع مستوى العقل الجمعي والعقل الإنسان العادي الله عز وجل يعطي من العقل نسبة لا يكمله إلا في من يحب هناك تناسب بين السلوك والعقل لم يرتفع مستوى السلوك بزمن الامام المهدي سلام الله عليه يرتفع مستوى العقل وعندنا أحاديث أنه إذا ظهر المهدي وضع الله يده على رؤوس العباد فتكتمل عقولهم وعندنا أن المهدي يمسى على رؤوس العباد طبعا مجازي فتكتمل عقولهم يرتفع مستوى الإدراك إدراك أنه نحن مخلوقين في أرض لله مملوكة لله وأنه كل ما نتصرف فأحنا جاي نبني الآن نبني وجودنا لمرحلة أخرى وفي بعدين في خلود في الموت ليس انتهاءا الموت مرحلة وأرف الأرض مرحلة بعدين عندنا حساب وعندنا خلود وقضية الخلود والجنة والنار حقائق ضخمة كبرى كنا احنا مشغولين بتحالب وبلهو بالحياة الدنيا يعني الإنسان يرتفع مستوى هذا يتبع مستوى الوعي الديني ويبقى اكتمال العقول أمرا نسبيا أيضا يعني الآن اللي عنده 30% من عقل يصير عنده 50% 60% ضعفة مثلا العقل يصير ضعفة اللي عنده 50% يكتمل عقله يصير 100% لكن اللي عنده واحد يصير 2% فإذن المسألة نسبية ولها قوانين إلهية يشرح لنا ياها الإمام سلام الله عليه فاعليات الله يا أخي الآن في علوم الطبيعة والتكنولوجيا علوم الطبيعة والفيزياء والكيميا والجغرافق والكون الآن معلومات الناس بعدها بأولها أما في المجتمع فهي تكاد تكون صفرا الإنسان الإنسان أعظم من الألكترون من الفيزياء من الكيميا الله جعل قوانين لمجتمعه وكذلك لوجوده ولعقله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة